هذا إلى ذلك تجمع عدد من المتظاهرين في محيط مقر عقاد مؤتمر قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية للتعبير عن تنديدهم لما وصفوها بالسياسات القطرية الداعمة للإرهاب ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون تلك التي تدعو إلى حرمان الدوحة من شرف استضافة نهائيات كأس العالم بسبب ما وصفوه بالخروقات التي شابت عملية اختيار الدوحة لهذا الحدث العالمي الكبير وشهدت التظاهر مشاركة جاليات عربية مختلفة بل إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الألماني لمكافحة الإرهاب وأكد المشاركون على ضرورة محاسبة النظام القطري على جرائمه ودعمه للتنظيمات الإرهابية التي تنشط في عدة دول عربية وأجنبية ترجمة نانسي قنقر